أول سبب لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلينا إلا إلى قلوبنا الله عز وجل لا ينظر إلى وجهك ولا ينظر إلى جسدك ولا ينظر إلى مالك كل هذا لا شيء إنما محل نظر الرب تبارك وتعالى هو هذه المضغة هذا القلب يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم يعني تخيل كده لما أقول لك محل نظر الله جل جلاله قلبك الله تعالى يطرع على هذا القلب ويعلم ما فيه تبارك وتعالى وجهك لا إشكال أن يكون أسود أن يكون أبيض جسدك كل هذا لا يفرق أبدا إطلاقا وليس عليه محك إنما الإشكال الأكبر والذي عليه كل شيء وهذه المضغة هو هذا القلب لماذا نتكلم عن القلب لأن العطاءات الربانية إنما تكون على قدر ما في قلب العبد عطاءة الله تبارك وتعالى وهباته تكون على قدر ما في هذا القلب من الخير اسمع هذه الآية الجميلة قال الله تبارك وتعالى يَا 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 النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا قاعدة إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا الله عز وجل عندما يعلم في قلب العبد الشر يعطيه على قدر ما في قلبه من الشر طيب الله عز وجل يعلم ما في القلب إن الله عليم بذات الصدور يعلم ما في قلبي ويعلم ما في قلبك وما في قلوب جميع الخلق في آل واحد لذلك في الحديبية الله عز وجل ماذا قال؟ قال عن الصحابة الكرام قال فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا تاني الآية فَعَلِمَ الله جل جلاله ما في قلوبهم أي من إرادة الخير والمعروف والبر والإحسان فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ الجزاء فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ أي الثَّبَات والسُّكُونَ عليهم ليس هذا فقط فحسب وأثابهم فتحا قريبا أما المنافقون فالله تبارك وتعالى عندما علم ما في قلوبهم من شر قال عنهم أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أعرض عنهم لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم أن هذه القلوب ليست قلوب طاهرة فأعرض عنهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا 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 شكرا